السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله بإذن الله نبدأ اليوم تصحيح قراءة سورة يوسف من الآية الثالثة والأربعين إلى الآية الثالثة والخمسين افتح المصحف معي على الآية الثالثة والأربعين في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون خلي بالك وقال الملك اللام مكسورة وقال الماليك اللي هي اللام التانية مش ملك لأ ملك وقال الملك خلي بقى كلمة سبع البق حرف ساكن حرف قلقلة سبع ما تقولش سبع البق مفتوحة لا سبع بقرات خلي بقى كلمة وسبع سنبلات خضر العين مفتوحة وسبع سنبلات خضر خلي بقى كلمة وأخرى الواو مفتوحة الهمزة مضمومة الخاء مفتوحة والرأة مفتوحة وأخرى 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 نقول آية مرة كمان وركز نعرف في القسم ده كويس جدا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون خلي بقى كلمة للرؤيا اللهم مكسور قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون خلي بالك من التنوين في كلمة أمة أمة أنا ده اسمه إظهار حلقي يعني يجب أظهر التنوين ما تخفيش التنوين ما تقولش أمة أنا لا اظهر التنوين أمة أنا أنبئكم يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ركز معك جدا أول كلمة يوسف أيها الصديق خلي بقى من حرف الدال لأن حرف الدال الحرف القبل سأعطوه حرف الصاد وحرف الصاد من حروف المفخمة نحن عرفين حروف المفخمة سبع حروف خص ضغط انقذ فلما تقول حرف الصاد بعده حرف الدال حرف الدال من حروف المرقاقة فلما تقول الشباب الصدي الصدي لا كده غلط الصدي الصدي يوسف أيها الصديق أفتنى أفتنى في سبع برضو الباء مقلقلة ساكنة الكلمة البعضية يأكل هن سبع عجاف وسبع العين هنا مكسور العين هنا مكسور الآية التي قرأناها قبل الآية رقم 43 العين فيها مفتوحة وسبع سمبلات خضر لكنها العين مكسورة وسبع في الآية 43 لكن وسبع في الآية 46 وسبع العين مفتوحة في الآية 43 لكنها مكسورة في الآية 46 وسبع سمبلات خضر وأخر يابسات وأخر را برضو الخاء مفتوحة والراء مفتوحة وأخر يابسات ركز في كمد كويس جدا نقرأ آية مرة تانا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله دأبا الهمزة مفتوحة دأبا دأبا ما تقولش دأ لا الهمزة مفتوحة قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن الغنة زي ما نقولنا بكده النون مشددة تأخذ غنة بمقدار حركتين سواء في حالة الوقف زي ما أنا وقفت الوقت قلت لهن أو في حالة الوصل زي ما هتشوف نعم واباوصل ها دلوقت يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصيرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيد هن عليم هنا بقى خليل كلمة النسوة مابال النسوة وهتقول مابال النسوة لا غلط النون هنا مش من النون مضمومة النون محسورة مابال النسوة كمان مرة مابال النسوة وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم الله من أول مكسور ذلك ليعلم مش ساكنة مكسورة ليعلم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي خلي بالك فيه التقاء همزتين بالسوء إلا والاثنين مكسورين فخلي بالك منهم وضح الهمزتين ما تقول وحدة وتضغم التانية لا كمان مرة إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا ما رحم ربي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ جزاكم الله خيرا